في تقرير لمعهد الشرق الأوسط الأمريكي رجح عودة حرب الميليشيات التي تريد أن تزج الشعب العراقي في صراعاتها الحزبية على المكاسب والغناء حيث يؤكد المعهد الأمريكي أن المعارك الدامية التي دارت بين ميليشيات الصدر والإطار التنسيقي شكلت نقطة تحول في شكل الصراع وكادت أن تلتهم الجميع لو لا تهدئة بدعوى الحوار السياسي لكن فشل هذا الحوار ورفض القوى السياسية التنازل والتسوية يعزز فرص الاقتتال مجددا إذ إن ورقة التظاهرات في أقل تقدير لدى أنصار الصدر ما زالت قائمة الصدر بإعلانه أن أنصاره بحل منه ولن يملي عليهم أفعالهم بعد الآن يعد بمثابة ضوء أخضر لهم لاقتحام المنطقة الخضراء بما في ذلك القصر الرئاسي ومقر الحكومة والبرلمان وخصوصا بعد قرار المحكمة الاتحادية عدم حل البرلمان ما شكل قطع كل السبل أمام الصدر لتنفيذ مطالبه السياسية وعزله عن الساحة فلم يبقى لديه إلا المواجهة إن أراد الخروج بما يحفظ ماء وجهه أمام أنصاره الذين قدموا قتلى وجرحى ومضوا أياما ولياليا فاعتصامات لم تحقق أي من أهدافها وفي ظل عدم وجود وسيط خارجي يلقى الاحترام المتساوي وبإمكانه التدخل لقيادة الخصوم نحو حل وسطي فإن الأزمة الحالية مستمرة وتداعياتها السلبية على البلاد أمنا ومجتمعا واقتصادا تتفاقم ما يعني أن العملية السياسية أصبح سرطانا في جسد المؤسسات العراقية ولا يمكن للشعب العراقي تحمل المزيد من آثارها السلبية وهذا واقع أصبح يدركه المجتمع الدولي برمته لكن وقفه في وجه إرادة التغيير الشعبية في العراق هو من يطيل عمر العملية السياسية الميتة سريريا منذ سنوات